حدثناه شيم أخبرنا حسين عن الشعبي عن عروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير والأجر والمغنم إلى يوم القيامة حدثنا سفيان أخبرنا البارقي شبيب أنه سمع عروة البارقي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير ورأيت في داره سبعين فرسا حثنا سفيان عن شبيب أنه سمع الحي يخبرنا عن عروة البارقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدنار يشتري له أضحية وقال مرة أو شاطا فاشترى له اثنتين فباع واحدة بدنار وأتاه بالأخر فدعى له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى التراب لرابح فيه حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد قال وحدثني أبي حدثنا أبو كامل عن سعيدي بن زيد عن الزبير عن أبي لبيد عن عروة بن أبي الجعد قال أبي وحدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عروة بن أبي الجعد كلهم قال ابن أبي الجعد حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفري عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم حثنا يحيى بن سعيد عن زكريا وواكيع قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة قال يحيى بن أبي الجعد البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقيا في حديثه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن العيزار عن عروة بن جعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير معقود في نواصيها الخير حثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عروة بن أبي الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم حثنا أبو كامل حدثنا سعيد بن زيد حدثنا الزبير بن الخريت حدثنا أبو لبيد عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب فأعطاني دينارا وقال أي عروة أتي الجلب فاشتري لنا شاتا فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار فجئت أسوقهما أو قال أقودهما فلقياني رجل فساومني ومني فأبيعه شاتا بدينار فجئت بالدينار وجئت بالشات فقلت يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم قال وصنعت كيف قال فحدثته الحديث فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأربح أربعين ألفا قبل قبل أن أصل إلى أهلي وكان يشتري الجوارية ويبيع حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا سعيد بن زيد حدثنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد وهو لمازة بن زبار عن عروة بن أبي الجعد البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حثنا عفان حدثنا شعبة أخبرنا أبو إسحاق قال سمعت لعيزار بن حريث يحدث عن عروة بن أبي الجعد الأزدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير حثنا عفان حدثنا شعبة أخبرنا أبي السفر أنه ما سمع الشعبي سمع عروة بن أبي الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم حثنا عفان حدثنا سعيد بن زيد حدثنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد قال كان عروة بن أبي الجعد البارقي نازلا بين أظهرنا فحدث عنه أبو لبيد لمازة بن زبار عن عروة بن أبي الجعد قال عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب فأعطاني دينارا فقال أي عروة أتي الجلب فاشتري لنا شاتا قال فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدنار فجئت أسوقهما أو قال أقودهما فلقيني رجل فساومني فأبيعه شاتا بدنار فجئت بالدينار وجئت بالشات فقلت يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم قال وصنعت كيف فحدثته الحديث فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأربح أربعين ألفا قبل قبل أن أصل إلى أهلي وكان يشتري الجوارية ويبيع حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حصين عن الشعبي قال سمعت عروة بن أبي الجعد البارقية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم ترجمة نانسي قنقر